كما عبر منتدى جزر المحيط الهدأ يوم الأربعاء عن قلقه الشديد من قرار الحكومة اليابانية تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في البحر دعينا الحكومة اليابانية لإعادة التفكير في هذه الخطة وأقل الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهدأ ديمين تايلور في بيان إنه وثقا لمتطلبات القانون الدولي والروح لتأكيدها في الاجتماع الذي عقدته الأطراف الموقعة على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهدأ في ديسمبر الماضي ينبغي على اليابان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المياه النووية في فوكوشيما من التسبب بضرر في منطقة المحيط الهدأ بما في ذلك منطقة جنوب المحيط الهدأ الخالية من الأسلحة النووية لكن من الواضح أن اليابان لم تتخذ التدابير الكافية لحل هذه المشكلة يذكر أن منتدى جزر المحيط الهدأ تأسس عام 1971 وهو منظمة تعاون إقليمية لتعزيز التعاون وتنسيق السياسات الخارجية بين حكومات دول جنوب المحيط الهدأ اشتركوا في القناة